بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنأة للرئيس عبدالفتح السيسي بملاسبة حلول عيد الفترة المباركة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أشيوق ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بملاسبة قرب حلول عيد الفترة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة لفضلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب باشيخ الأزهر والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنأة لفضلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولفضلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلامة